وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورد في هذا السؤال هل التفرقة في المضاج بين الضكور والإنات فقط أم بين الضكور والإنات أيضا وفي أي سن يكون ذلك وبرك الله فيكم وبرك فيكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تحديد ذلك في حديث رسول الله الصلاة في قوله مروا أولادكم بالصلاة في الصبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاج وفرقوا بينهم في المضاجة وضربوهم عليها في عشر يعني عشر سنوات وأقل من ذلك أفضل وش الحكم كي يشمل غير بين الضكور والإنات ولا بين الضكور والذكور بالإنات يشمل الكل رفض عام ما ينبغي للبنات أن ينم في فراش واحد بغطاء واحد وإنما كل وحدة محدة هذا بين الإنات وكذلك بين الضكور خاصة وبين الضكور والإنات حيث عندنا تتصور إما البنات بوحدهم صورة إما الضكور بوحدهم صورة ثانية إما بين الضكور والإنات صورة ثالثة وكل ذلك منهي عنه شرعا إذن من قبل عشر سنوات نبدأ ونفرق بيناتهم كل واحد وهو كل واحدة وهي على حيضة ما ينبغي أن يعني يغطى الجميع بغطاء واحد لأن ذلك من وساوس الشيطان ومن ثمك يدخل الشيطان لإفساد يعني ما يسمى بالحياء الشرعي إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهاء الدكور والإنات والإنات حتى البنات وخيكون أخوات وخيكون أخوات حتى هما ما يشاركوش في واحد الغطاء وفي واحد الفراش والله أعلم وهذا من آدب الإسلام السامية